بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحليم الرحيم لعفو الكريم له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة وله الحمد حتى يرضى وله الحمد إذا رضي وله الحمد بعد الرضا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي الزكي رحمة الله للعالمين وخير اخلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني فقه قولي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد أيها الإخوة الكرام ما زلنا في موضوع علم التزكية وما زلنا مع أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتحدث عن هذا الموضوع فيكشف الله له سبحانه وتعالى عن القلوب وأحوالها وما فيها من صحة وسقم ومن إقبال ومن إدبار ومن صفاء وكدر وما فيها من طهر ونقاء وما فيها من نجاسة وقدارة وذلك لأن الله عز وجل من حكمته أن خلق هذه القلوب وأصحابها للامتحان والاختبار في هذه الدنيا ولن تنتهي مرحلة الاختبار والامتحان إلا يوم يتوقف عمر الإنسان ليرحل من دار الامتحان ومن دار الاختبار إلى دار الجزاء فإما أن انتقل طاهرا مطهرا نقي منقا إلى ذلك العالم الآخر ليلقى أعظم جزاء وأكرم جزاء وإما أن يرحل غلى على غير ذلك فكل على حسب اختباره وامتحانه كما قال الله جل وعلا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاؤوها فتحت بوابها وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ثم قال الله تعالى في أصحاب القلوب الأخرى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاؤوها وفتحت بوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وما زلنا مع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة وهو يصف عليه الصلاة والسلام القلوب وحالها مع الفتن التي تعرض عليها لأجل الامتحان والاختبار تعرض هذه الفتن امتحانا اختبارا لأنه لا يمكن أن يتركها الله عز وجل بلا امتحان وبلا اختبار فهذه دار الامتحان والاختبار ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حيي عن بينه ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث كما ذكرنا سابقا تعرض الفتن على القلوب عرضا كعرض الحصير فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين لا تزال الفتن تعرض على القلوب فهذه قلوب تشربها فتنكت فيها النكت السوداء وهذه قلوب تنكرها فتنكت فيها النكت البيضاء كمار على كمال وجمار على جمال صفاء على صفاء ونقاء على نقاء وبياض على بياض وإشراق على إشراق ونور على نور كما قال الله عز وجل نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء إنها أنوار وأنوار لا حد لها عندما تستنير القلوب بتلك الأنوار ربانية تمتلئ جنباتها بالضياء وبالإشراق فلا يبقى جانب من جوانب القلوب إلا وقد أضيء فتأمل قلبا تحول إلى نور وتحول إلى إشراق لنتصور هذا القلب الذي امتلأت جوانبه كلها بالضياء وبالإشراق فهل يستطيع إبليس أن يحدث في هذا العالم الذي كله ضياء أن يحدث شيئا من الظلمة لا والله لو اقترب من هذا القلب المنور لا احترق يحترق هو بهذا النور الذي أنار القلب من داخل وحماه من خارج أناره من داخل بهذا النور الرباني وحماه من خارج بهذا النور الذي ذكرت فيما ذكرت في مجلس سابق بأن هذا النور له إشراق وله إحراق فإشراقه من الداخل على القلب وإحراقه من الخارج للشيطان الذي يحاول أن يقترب منه وصدق من قال فيا نظرة من قلب حر منور من قلب حر منور يكاد لها الشيطان بالنور يحترق فيا نظرة نظرة وحدة من هذا القلب فيا نظرة من قلب حر منور حر تحرر من قيود الشهوات تحرر من قيود الشبهات فلا شبهة تجد سبيلها إليه ولا شهوة تسعى إليه تحرر فلما تحرر أشرق نوره أشرق نور الفطرة الكامن فيه وأشرق نور الوحي الذي تلقاه فكان نوره على نور كما قال ربي جل وعلا في آية النور نور على نور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار تكاد فطرة المؤمن تضيء قبل أن يمسها نور الوحي فكيف إذا مسها نور الوحي شجرة المؤمن فطرته قلبه يكاد يضيء قبل أن يمسه نور الوحي الذي فيه النار والنور كما قلنا فيه النار من خارج تحرق الأبالس والشياطين وفيه النور من داخل يشرق على جنبات هذا القلب لذلك قال ربي لا شرقية ولا غربية فهو لا يستمد مبادئه من الشرق ولا من الغرب لا تحرر من الطين والتراب فليس له حيز في هذه الكرة الأرضية ليس له حيز يحصره لأن مبادئه من السماء والذي تكون مبادئه من السماء فلا شرقية مبادئه ولا غربية مبادئه وإنما هي سماوية ربانية لأن مبادئ أهل أرض إما أن تكون شرقية وإما أن تكون غربية محبوسون في التراب والطين أما مبادئ أهل الله وخاصته فإنهم يتلقون من الله فما الأرض عندهم حتى يتلقون منها ما الأرض لا أرض لا شيء في كون الله الأرض كلها بشرقها وغربها وجنوبها وشمالها ووسطها وقارتها لا شيء انظرون إليها صغيرة لا تساوي في ملك الله شيئا مثلها مثل حبة رمل من حبات الرمل المتواجدة على شاطئ البحار أو فوق سطح الكرة الأرضية إذن مبادئ هؤلاء من فوق من فوق وليس من أسفل فإذن هذا القلب الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض هذا القلب النقي الراقي صافي المتلقي من الله الذي لم تحصره جهة شرقية ولم تحصره جهة غربية لا لا يستمد من هذه الجهة ولا من هذه الجهة يستمد من فوق يستمد من السماء يستمد من الوحي يستمد من السمو يستمد من العلي الكبير يستمد من هذا القرآن الذي يصفه الله تعالى بكل أوصاف الكمال بالوصف الحكمة وبوصف الإبانة وبوصف العلو وإنه في كتاب لدينا لعلي حكيم لعلي حكيم القرآن الذي يصفه الله سبحانه وتعالى بالحكمة ياسين والقرآن الحكيم يصفه سبحانه وتعالى بالإبانة حميم والكتاب المبين في مطلع صورتين حميم الكتاب المبين إن أنزلناه في صورة الدخان وكذلك في صورة الزخرف يصفه سبحانه وتعالى بالعزة يصفه بالعزة وإنه لكتاب عزيز لا ياته الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل حكيم حميد ويصفه سبحانه وتعالى أيضا بالكرم وأنه كريم وأنه لكتاب كريم لكتاب كريم في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون هذه الأوصاف هي التي ترفع العبد ليتلقى من هذه الجهة العليا مفتخرا مزهو بذلك لا يشعر بالدنيا وكيف يشعر بالدنيا وهو فوق إنما يشعر بالدنيا ذلك الإنسان المسكين الذي يتغذى من فتة البشر الضعيف الذي يتتبع هذا الفتات الذي يتساقط من موائد البشر أما الذي يتلقى من الله فما حاجته إلى الأرض ومن فيها وما عليها ما حاجته وهو الذي أغناه الله أغناه الله بالوحي أول من يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلع عليهم كتاب فيه الكفاية في كل شيء وفيه الكفاية والغناء عن كل شيء ما فرقنا في الكتاب من شيء وأنزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شيء فإذا هذا هو القلب الذي لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض ثم قال عليه الصلاة والسلام الآخر أسود مرباد أسود مرباد أي شديد السواد وذلك لأن الفتن قد تعششت فيه و بذرت فيه بذورها وأنبتت هذه البذور من كل الحنظل فأنبتت شجرة الحنظل الذي كلها مر ولقد ضرب الله تعالى المثل في قرآنه لهذين القلبين في قوله سبحانه وتعالى أن امترى كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة صلوها ثابت وفرعها في السماء توتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله المثال لعلهم تذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء إذن هذا القلب أسود مرباد كالكوز مجخياً كالكوز أي كالإناء الذي هو الكوز مجخياً أي منقلباً فمه إلى أسفل فمه إلى أسفل وأسفله إلى أعلى انقلب فصار أعلاه إلى أسفل وأسفله إلى أعلى هل يستطيعوا هذا الإناء المنكوس المقلوب أن يتلقى شيئاً من الماء الطاهر النقي الذي يتنزل أبداً أنه منكوس مقلوب فإذا وضع الإناء على عكس وضعه لا يمكن أن تسقط فيه قطرة واحدة من الغيث الذي ينزل من السماء والوحي وغيث القلوب الذي يتنزل من الله الكريم المنان كما قال سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فسال تودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابيا ومما توقدون عليه في النار بتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لمستجيبوا له لون لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبيس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك هل إنزل جاء أنزل إليك من ربك يعلم لأن قلوبهم لم تنكس فلا زالت على أصل وضعها كما خلقها الله أما القلوب المنكوسة المقلوبة فلن تنال من غيث الله قطرة واحدة فالغيث يتنزل وهذه القلوب المنكوسة لا ينالها شيء من ذلك لأن أربابها وأصحابها هم الذين نكسوها الله خلق خلوبهم على الوضع الصحي النقي على الوضع الطبيعي الفطري لتتلقى لكن نكسوها ولذلك وصفها الحبيب المصطفى الذي علمه الله ما بداخل القلوب من أحوال فهو يراها عليه الصلاة والسلام بفؤاده النقي الصافي فيقول كالكوزي مجخيا كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه فاستوى عنده المعروف والمنكر والصواب والخطأ والحق والباطل والرذيلة والفضيلة والرشد والسفاهة والنور والظلام بل ربما والعياذ بالله ربما كانت الرذيلة عنده هي الفضيلة والباطل عنده هو الحق لأنه انقلب الميزان كما قال الله عز وجل أفمن يمشي مكب على وجهه أهدا أم من يمشي سوي على صراط مستقيم مكب فهذا الذي يمشي مكب على وجهه سيرى الأرض سماء ويرى السماء أرضا لأنه بنكسه وانتكاسته صار كل شيء عنده مقلوبا ولذلك يحاج بالباطل ليضحض به الحق ويدافع عن الرذيلة ليدفع بها الفضيلة فيقلب الحقائق كلها وذلك لانقلاب قلبه وانقلاب وانقلاب عقله وانقلاب ميزانه وانقلاب وضعه هو نفسه انقلب وضعه تماما وعندما ينقلب وضع الإنسان فإنه يصير أضل من الحيوان ولذلك قال الله جل وعلا إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون وقال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون وقال إن الذين كفروا من الكتاب مشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة وفعلا هم شر البريئة شر حتى من الكلاب اكرمكم الله ومن الحمير وصدق الله إذ يقول واتلع لهم نبأ الذي آتيناه آيتنا فانسلخ منها فاعتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض منكوس مجخي ولكنه أخلد إلى الأرض أراد الله أن يرفعه إلى ذلك المقام الأسماء وإلى ذلك المقام الأعلى والأرقى والأرقى فأبا إلا أن يهبط إلى التراب والطين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يظلف أولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعيون لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الخاسرون ثم يقول صلى الله عليه وسلم في مقام آخر يكشف الله له عن مكنونات الصدور وعن أسرار القلوب في حديث يرويه الإمام أحمد في مسنده وغيره وهذا الحديث قيل إنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل هو موقوف على أبي سعيد الخذري الله أعلم يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث القلوب أربعة أطلعه الله تعالى على أسرار القلوب ومكنوناتها فوصفها بأربعة أوصاف كل القلوب التي يحملها بن البشر لا تخلو من هذه الأربعة القلب الأول الذي هو أرقاها وأسماها وأعلاها وأشرفها وأبهاها يقول عليه الصلاة والسلام في هذا القلب فقلب فقلب مثل السراج يزهر فقلب مثل السراج يزهر مثل جهاز الضياء المصباح الذي لا يزال يزهر بأنواره لا يتوقف إزهاره في كل لحظة إن القلوب الربانية لا يتوقف سيرها إلى الله وقربها من الله ففي كل يوم تزداد قربا من الله ولذلك قال أحد العارفين يخرج العارف من الدنيا ولا إن قضي وطره من شيئين اثنين بكائه على نفسه وثنائه على ربه لا إن قضي وطره من هذين الاثنين يخرج من هذه الدنيا وهو متعلق بهذين الاثنين مغرم بهذين الخصلتين الجميلتين البكاء على النفس والثناء على الرب البكاء على هذه النفس حتى تظل تتظل حتى تظل عابدة لربها طائعة له سائرة إليه متقربة إليه عارفة به في كل يوم تزداد معرفة بالله إن معرفة بالله من باب الكمال والكمال هو دائم دائما في ازدياد الكمال دائما في ازدياد هذا شأن المؤمن فهو في ازدياد وفي معرفة وفي قرب من الله لذلك فهو في بكاء على نفسه وفي ثناء على ربه لا ينقضي وطره من هذين الاثنين فإذا رحل إلى الله فيبقى ثناءه على ربه لا ينقطع البكاء على النفس قد استراح منه استراح من التكليف انتهت أيام التكليف وخرج من الدنيا قد استراح كما قاص عسلم مستريح ومستراح منه قد استراح من عناء التكليف وهو كما ذكرت لم يعد تكليفا بعد أن مكنه الله عز وجل من الهدى وركبه ولكنه يخشى لأن العارف بالله تبارك وتعالى لا يأمن حتى يبشر حتى تتنزل عليه ملائكة الله تبشره عند الرحيل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون فإذن ثناؤه على ربه هذا هو الإزهار قلب مزهر في كل لحظة في ازدياد في زيادة علم في زيادة إيمان ذلك لأن من منهاج أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان أنه يزيد وأنقص لكن العارف بالله هو يطلب الزيادة في كل لحظة زادتهم إيمانا نملم من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وإذا ما أنزلت صورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وعلى ربهم فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون لذلك هذا القلب الذي يظل يزهر يظل يزهر في يومه وفي ليله في صباحه في مسائه في سفره في حضره ولذلك جاء في الحديث كل يوم لم أزدد فيه إيمانا ولم أزدد فيه علما فلا بورك لي فيه هكذا ورد في الأثر كل يوم لا تحس بزيادة في إيمانك ولا تحس بزيادة في علمك ومعرفتك وقربك من ربك فابكي علي على نفسك وابكي على ذلك اليوم الذي ضاع منك أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا نفع وتحسب من عمري هذا هو رأس المال فإذا ضاع شيء منه ضاع أغلى ما يملك الإنسان فالعمر أغلى بضاعة فالعمر أغلى بضاعة فجعله لربك طاعة العمر ساعة وهو أغلى بضاعة فاجعله لربك ساعة فاجعله لربك طاعة إذا القلب الأول القلب الأجرد صلى الله عليه سلم في القلب الأول في قبل الأول يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث القلوب الأربعة قلب أجرد قلب أجرد أنقى وأصفى فيه مثل السراج يزهير وقلب أغلف مربوط على غلافه وقلب منكوس عرف فأنكر وقلب المصفح ثم يقول عليه الصلاة والسلام فأما القلب الأجرد فهو قلب المؤمن وسراجه فيه نوره سراج المتوقب لذلك قال عليه الصلاة والسلام وسراجه فيه نوره وأما القلب الأغلب فهو قلب الكافر لا يقبل دخول الإيمان الذي يعرض عليه ولا يقبل خروج الكفر من داخله لأنه طبع عليه فلا الإيمان الذي يخاطبه يقبل دخوله ولا الكفر الذي تدفعه الفطر وتلفظه لالفطر الداخلية في الإنسان تدفع الكفر الذي هو طارئ عليها وتحاول التخلص منه ولكن صاحب هذا القلب قد وضع على قلبه غلافا وقفلا لا يسمح للإيمان المنادي ليدخل ولا يسمح للكفر في الداخل الذي تلفظه الفطرة أن يخرج فهو مربوط على غلافه وأما القلب المنكوس فهو قلب المنافق لأنه عارف الحق فأنكره ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالملاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم ما يشعرون في قلوبهم مرض لزادهم الله مرضا ولهم عذاب نليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم فسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنومن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وإنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمعون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى جاءهم الهدى يسعى يخاطبهم ويراوضهم ولكنهم استبدلوه بالضلالة جاءهم الهدى حتى طرق قلوبهم وتربع في حجورهم وتهيأ لهم بأحسن تهيئة بأنواره وإشراقاته ولكنهم رفضوه واستبدلوا به الظلام والضلالة اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كما الذي استوقذ نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم لم يقل سبحانه وتعالى ذهب الله بنارهم ليكون اللفظ مطابقا لما سبق لأن الله قال في صدر الآية مثلهم كما ذا الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم ذلك أن النور كما ذكرت سابقا له إشراق وله إحراق فأذهب الله عنهم خاصية الإشراق الذي تكون في النور وأبقى لهم خاصية الإحراق لأن كل نور فيه خاصيتان خاصية إشراق وخاصية إحراق المؤمن ينتفع بإشراقه في الاستفادة منه للإبصار ويستفيد من إحراقه حيث يحميه من عدائه أما هؤلاء المنافقون فرافضوا خاصية الإشراق وردوا بخاصية الإحراق فأحرقوا واكتووا بنار الوحي ولم ينتفعوا بنور الوحي ومن ثم قال ربي جل وعلا ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب الله بنور أو بنور بنورهم الذي خصص لهم هداية من الله أرسل إليهم النور الذي يناسبهم تماما فهذه الإضافة لها هذا المعنى وهذه الدلالة ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سمون بوكم عمي فهم لا يرجعون لأن قولوبهم منكوسة ولذلك قال لا يرجعون أما الكفار فقال في نفس السورة في سورة البقرة لا يعقلون سمون بوكم عمي فهم لا يعقلون هؤلاء لا يرجعون لأنهم استبدلوا الحق بالباطل واستبدلوا النور بالظلام ولذلك ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون هذا هو صاحب القلب المنكوس ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وقلب منكوس عرف الحق فأنكره ثم القلب الرابع الذي سماه النساء والسلام مصفح وقلب مصفح القلب المصفح وصفه المصفح عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف الدقيق قال وقلب المصفح فيه إيمان وفيه نفاق فيه إيمان وفيه نفاق فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القيح والدم أو القيح والصديد فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه هذا هو القلب الذي يحتاج إلى علاج وعلم التزكية جاء من أجل علاج هذا القلب من أجل أن تعود إليه عافيته وشفاؤه وصحته وسلامته ولينه وهذايته وإنابته حتى تتغلب عليه حالة الوصف الأول الذي أشار فيه صلى الله عليه وسلم إلى تشبيه هذا الجانب في القلب بالبقلة أي بالنبتة الطرية النبتة الطرية عندما تسقى بالماء الطيب فإنها تترعرع وتشريق بألوانها الزهية هذه النبتة عندما يمدها الماء الطيب الماء الطاهر النقي الصافي ففي الحين تبدي خصائصها تبدي ذلك الخصائص التي هي خصائص الإشراق خصائص النظارة خصائص البهجة خصائص الفرحة خصائص ما يبهج النفوس فصاحب هذا القلب الذي حرس على قلبه على أن يتغذى بماء الوحي بالماء الطاهر الذي سبقت الإشارة إليه بالماء النازل من السماء الذي هو حديث عهد بربه النبتة التي سقيت بالماء المبارك النقي الصاف الطاغر فانعكس عليها هذا الماء في الحين فإذا بها تبدي خصائصها من النظارة والبهجة وتظهر عليها خصائص الحياة وهكذا القلب الذي يتغذى بالماء الذي هو ماء غيث الوحي فإنها تبدو عليه خصائص الحياة خصائص حياة القلب فتعود إليه العافية فينبت من كل زوج بهيج يعود إليه الإبصار بعد العشاء ومن يأش عن ذكر الرحمن نقير له شيطان يعود إليه الإبصار الحاد فيبصر فإذا هم مبصرون من الذين تقوذا مسهم طائف من الشيطان تذكر فإذا هم مبصرون ويعود إليه رهافة السمع يعود إليه سمعه الحقيقي سمع القلب الحقيقي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أولق السمع وهو شهيد فيعود مستمعا تمام الاستماع إلى وحي الله ويعود إليه كذلك إدراكه فيدرك لإدراك الحقيقي ويعود إليه علمه فيعلم فيودع الجهالة ويتحول إلى عالم ويعود إليه إحساسه وشعوره فيصبح إحساسه مرهفا يصبح حيا تمام الحياة لأنه استجاب لنداء ربه عز وجل وهو قوله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال ربي عقب هذه الآية قولا خطيرا مخيفا مهددا كل مؤمن يخشى على قلبه فقال سبحانه وتعالى في ختام هذه الآية واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ولذلك المؤمن عندما يتأمل هذه الآية يخاف ويخشى ويسعى سريعا إلى الاستجابة لنداء ربه خشية أن يحول أو يحال بينه وبين الاستجابة لأن الإنسان عندما تأتيه آيات الله ويطرق قلبه نداء الله إذا لم يستجب فيخشى عليه أن يحال بينه وبين الاستجابة مرة أخرى كما قال ربي جل جلاله ونقلب أفئذتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون إذن هذه الحالة الأولى للقلب المصفح والحالة الثانية شبهها صلى الله عليه وسلم بالقرحة التي تكون في الجسم والتي تطفو على الجسم بسبب مرض في داخل الجسم هذا المرض الذي في داخل الجسم حين يطفو على سطح الجسم متمثلا في هذه القرحة التي شوهت الجسم ومملوعة بماذا مملوعة بالتعفونات تعفونات التي هي تعفونات القيح والصديد تعفونات القيح والصديد الذي أفرزه الجسم بسبب المعركة الطاحنة التي تحدث في الجسم ما بين الكريات البيضاء وما بين هذا المكروب الذي يريد أن يغزوه الجسم وحكذا القلب مكروب يريد أن يغزوه القلب ولكن القلب إن دافع بحماية ربه المتمثل في الوحي وبذكر مولاه سبحانه وتعالى حماه من هذه الطفيليات التي تنبت في بستان قلبه لكن إن أهمل القلب تظل هذه القروح تعمل في القلب عملها حتى تؤثر فيه وحينئذ ستجذبه إلى الجهة الأخرى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه وهكذا المؤمن يظل في جهاد ومجاهدة ليحمي قلبه حتى يكون على الصفة الأخرى يغذى بماء الوحي النقي الصافي فتنبت تلك الشجرة المباركة التي قال الله عنها ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء توتي أكلها كل حين بإذن ربها وفرعها وهنا ربما ننهي الكلام على موضوع هذا العلم وموعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى مع مع مبدأ آخر من المبادئ العشرة هو مبدأ الثمرة فإلى ذلك الحين نتوقف سائلين من الله تبارك وتعالى اللهم نق قلوبنا من كل يصف مباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر